بيعيرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت ده كان وعد من وعود السيسي في 2016 كنت شايفين اليفطى وراه من وراه عام الشباب 2016 الراجل قال مش هيسكت وفعلا ما سكتش بيعيرونا بفقرنا طب أنا هعمل ايه؟ طب أنا هبيع أصول الدولة طب أنا هنزع الملكية العامة أو المنفعة العامة عن أماكن أو أراضي مملوكة للدولة ايه الحكاية؟ ايه القصة؟ القصة في الخبر اللي هنشوفه قدام حضراتكو دلوقتي لإزالة المنفعة العامة عن بعض الأملاك للدولة سيسي يصدر قرار بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة الحقيقة القصة لا ليها علاقة ببرلمان ولا ليها علاقة بأي حاجة ولا فيه أي حد هيقول له انت اخترت الأماكن دي ليه؟ وما اخترتش الأماكن دي ليه؟ طب سيبت دول ليه واخدت دول ليه؟ نفيش الراجل من 2016 كان واضح جدا بيعيرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت هتعمل يا سيسي أنا هبيع الدولة هبيع وصول الدولة هتنازل عن ملكية عامة هشيل صيغة النفع العام وهو كله استثمارات وهو كله فلوس حلوة وهنبسك كلنا بس ما حدش عيرنا بفقرنا جماعة لأننا مش هسكت في الفيديو اللي جاي تفاصيل هذا القرار وأبرز المباني والأراضي التي نزع السيسي عنها المنفعة العامة العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر